موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من السؤال الذي طرحه موقع الموقع بوست وحاول الإجابة عليه في تقرير خاص حيث عنون الموقع العودة إلى مجلس النواب هروب من الماضي أم إلى المستقبل وفي التقرير أعلن ميليشيا أو أعلن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية عودة جلسات البرلمان أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعد أن تم حله أوائل عام 2015 بمجب الإعلان الدستوري المعلن من قبلهم وكذا بناء على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ويتوقع مراقبون تحدثوا لموقع بوست أنه يسعى الإنقلابيون من خلال عودة جلسات البرلمان اليمني إلى تشكيل حكومة لمنحها ثقة التي تتطلب تصويق ثلثي الأعضاء وهذا من الصعب بمكان بعد استقالة عدد كبير من ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حصل في الانتخابات 2003 على 238 مقعدا ويضيف الموقع وتم عقد آخر جلسة لمجلس النواب اليمني المكون من 301 عضوا في نوفمبر 2014 لمنح ثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح وعن شرعية عودة الجلسات قال عضو البرلمان علي عشال إنه لا يعتد بها كون العاصمة صنعاء خاضعة لسيطرة الميليشيا الإنقلابية موقع عدن الغد تابع أحد الموضوعات المنسية إبان الحرب والذي نقشه أو ناقشه أيضا نقش من قبل قناة تلفزيونية ألمانية وعنوان الموقع اليمن سجينات يروين معانتهن في زمن الحرب وقالت التفاصيل أن الحرب في اليمن ضاعفت من مأس السجينات اليمنيات حيث أصبحت أغلب السجون تفتقر للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية كما زادت الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السجينات في اليمن مثلما توضح قصص ترويها سجينات يمنيات وعن أجواء إعداد المادة للنشر قال الموقع إذا كنت صحفيا أو ناشطا حقوقيا أو باحثا لا يمكن الدخول إلى السجن والتحدث إلى سجناء في اليمن دون وساطة النافذة وواقع تعيشه اليمن قبل الحرب وتضاعفت إجراءاته في ظل أوضاع الحرب ويتابع الموقع علامات الإرهاق والقلق بادي على السجينات فأوضاعهن الصحية والنفسية صعبة والغرف ضيقة وبلا تهوية وجدرانها متسخة أما المشرفات على السجن فتبدو عليهن الغلضة والشدة في الوقت الذي لم نلاحظ تواجد لطبيبة أو أخصاء اجتماعي في السجن ويضيف الموقع مستندا إلى تلفزيون دوتشيه فيله تتعرض السجينات في اليمن لانتهاكات عدة كالضرب والإهانة والتعذيب وتزايدت هذه الانتهاكات مع سيطرة الحوثين على مقاليد الحكم في اليمن مؤخرا الحرب الأخيرة للخليج تحت هذا العنوان كتب عبد السلام محمد مقاله المنشور في التغيير نت وقال الكاتب في أجزاء من المقال كان حدث الربيع العربي في 2011 بمثابة المؤشر القوي لرغبة شعوب العربية في التغيير بالذات تلك التي كانت ترزح تحت أنظمة جمهورية استبدادية فاسدة جعلت شعوبها فقيرة وكان أمام الخليج المستقر طريقان لا ثالث لهما إما استيعاب ذلك الحدث أو مواجهته انقسم الخليج بين الاستيعاب والمواجهة للربيع العربي وغاب الشعور بخطر وجود أطراف متعددة تنتظر أي حدث لخلط الأوراق ولم يدرك وجود استراتيجيات متناقضة الرؤية متكاملة التكتيك توزعت بين أربعة اتجاهات إلا بعد توالي الانهيارات كان الاتجاه الأول الذي أدرت واشنطن ولندن ودول أوروبية أخرى قد استغل الحدث لتعزيز حماية الأمن القومي الإسرائيلي والبدء بعادة تقسيم المنطقة وفق الأقليات العرقية والإثنية والطائفية والسعي في تنفيذ سياسة تقليم الأظافر الطويلة ووصل إلى مستوى التخلي عن الديمقراطية ودعم الانقلابات العسكرية أما الاتجاه الثاني الذي قادته موسكو فقد كان همه إيقاف خطر تمدد الناتو والعودة إلى الشرق الأوسط بقوة وفاعلية ولو أدى ذلك لمسح دول ومدن من الخارطة وكانت التظاهرات الأوكرانية ضد حليف روسيا والثورة السورية مفتاح البوابة لتحقيق هدف السعادة النفوذ على مرمى حجر كانت تنتظر طهران التي قادت اتجاها ثالثا للبحث عن أي فرصة سانحة لإثارة النعرات والفوضى لتسهيل تصدير ما تسميه الثورة الإسلامية عبر أدوات إيران الخشنة التي تتمثل في الميليشيات المسلحة وأدى ذلك إلى حد إرسال الحرس الثوري خارج حدودها إلى موقع الاشتراك نتو الذي عنونا في صفحته الرئيسية الظالع الميليشيات تقصف قرى مريس في الذكرى الأولى لاستعادتها وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية بجبهة مريس شمال محافظة الظالع بأن ميليشيات صالح والحوثي قصفت في منطقة مريس وقرية رمى في مدرية قعطبة التي احتفلت الاثنين بالذكرى الأولى لاستعادتها من الميليشيا وقالت المصادر الاشتراك نتو أن الميليشي المتمركزة في منطقة العرفافة التابعة لمديرية دمت آخر مديريات الظالع شملا قصفت القرى بكافة الأسلحة الثقيلة ويتابع الموقع القصف الذي شنته الميليشي وتحركاتها المختلفة أتت في إطار مخطط كان يهدف إلى أفشال احتفالية الذكرى استعادة القعطبة ومعسكر الصدرين ومناطق أخرى المصدر أولاين عنونا في صفحته الرئيسية قرار حوثي يطيح بـ 42 مسؤولا من قيادات وزارة الداخلية ويستبدلهم بعناصر من الجماعة يقول الموقع في التفاصيل أصدر محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابع لجماعة الحوثي المسلحة قرارا قضى بإقالة 42 مسؤولا من قيادات وزارة الداخلية واستبدالهم بعناصر في الجماعة وبحسب القرار الذي وقعه محمد علي الحوثي وحصل المصدر أولاين على نسخة منه فقد شملت التغييرات بمختلف المناصب المهمة والحساسة في الوزارة ابتداء من وكلا وزارة وزارة ومساعدي الوزير وصولا إلى مناصب نواب مدراء العموم في ديوان الوزارة وفي الإدارات بمختلف المحافظات وبحسب مصدر في الوزارة فإن معظم من شملهم قرار التعيين هم من شديدي الولاة للحوثي أو ممن سبق أن شاركوا في القتال مع الميليشيا في حربها لإسقاط الدولة وفي عنوان متصل عنوان الموقع أيضا ثورة الحوثيين تصدر قرارا بتعيين 17 وكيلا لمحافظة الصنعاء دفعة واحدة وموقع يمن مونتور تابع واحد من الاحتجاجات التي حدثت في أكثر المحافظات هدوءا وقفة احتجاجية لأفراد الأمن العام في المهرة شرقية اليمن حيث قال مراسل يمن مونتور أن أفراد من الأمن العام في المهرة نفذوا الوقفة الاحتجاجية أمام مقر القيادة العامة للأمن العام في مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة وطالب المحتجون سرعة تلبية مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم وإنصافهم والعمل على حل قضاياهم وقال مدير الأمن العام في المحافظة اللواء محمد أحمد قحطان الذي حضر الوقفة الاحتجاجية أنه سيتم العمل على حل مطالب الجنود وسرعة صرف حقوقهم مشيرا إلى أنه على تواصل مع الحكومة الشرعية من أجل تنفيذ المطالب اليمن ونهاية المتمردين الوشيكة تحت هذا العنوان كتب حمد الكعبي مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال الكاتب باتت بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الشرعية في اليمن وقوات التحالف عن تحقيق النصر المبين وتحرير صنعاء من قبضة الإنقلابيين ولا شيء يفصلها عنها سوى بعض ما تتطلبه أحيانا التكتيكات العسكرية والعملية السياسية والرغبة الصادقة في إتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية والنية الطامحة للوصول للحلول السلمية وتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق مقرارات شرعية والمتأمل لسير العمليات يدرك تماما أن صنعاء ليست بالهدف البعيد وأن تحريرها بات وشيكا على مرأ العين فالقوات التي استطاعت تحرى الظالمين المتمردين ورد أيدي المعتدين الإنقلابيين في غضون الفترة الماضية وقلبت الطاولة على رأس من أرادب اليمن وأهله الشر تستطيع تحرير صنعاء متى أرادت؟ وهو هدف مضمون التحقيق وكل الطرق تؤدي الآن إلى تحرير صنعاء ولابد من صنعاء وعودة الشرعية إليها في النهاية وبعد تحرير مساحات شاسعة من تراب اليمن وجباله الوعرة من نجس المجوسين وحفنة من أتباعهم المولين المدبرين يحصل اليقين أن قوات الشرعية والتحالف العربي قادرة على إتمام المشوار وضم صنعاء إلى إخواتها من المحافظات التي تم تحريرها وإعادة الحياة فيها وعودة الشرعية وراية الحرية إليها إن السلوكيات السياسية التي يمارسها المخلوع وحلفائه في تأسيس مجلس سياسي مزعوم لإدارة البلاد في هذه الفترة لن يساعدهم في تحقيق مآربهم الإنقلابية التآمرية وما زلنا في موضوع الإضرابات والوقفات الاحتجاجية حيث عنونا موقع الصهاريج نقابة البريد والاتصالات في صنعاء تبدأ الإضراب العام اليوم وفي التفاصيل دعت النقابة العامة لموظفي البريد والاتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء جميع موظفي وعمال البريد في مكاتب الجمهورية كلها للإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء احتجاجا على استمرار احتجاز مدير مكتب بريد التحرير بأمانة عاصمة من دون أي مبرر قانوني منذ التاسع من يونيو الماضي وأعربت النقابة في بيان صادر عنها أنها أصدرت بيانا يوم احتجاز عرفات قراضة بإدانتها والسنكارية حيال ما حدث من اعتقاله من داخل مكتبه بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من قبل مسلحين مرافقين لأحد قيادات ميليشيا الحوثي وأضافت لقد بذلنا جهودا حتيثة من اللحظات الأولى للحادثة وتواصلنا مع الجهات المعنية لمحاولة تحتوى ما حدث لمخالفته للإجراءات القانونية والإفراج عن الزميل المعتقل أو إحالته إلى الجهة المختصة في حال إدانته إلا أن مساعينا قُبلت بالتشكيك وتلفيق التهم والتهديدات وقالت النقابة بناء على بيان النقابة بالدعوة للبدء بالإضراب الكل وموافقة المجلس التنفيذي للنقابة العامة والاحتشاد بوقفة تضامنية في ساحة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تدعوكم النقابة العامة لتضامن واتخاذ الإجراءات نفسها المتخذة ببريد أمانة العاصمة إلى موقع التغيير نت والذي تابع العديد من الموضوعات وجاء في عنوينه تعز لواء عسكري يوجه نداء عاجلا من أعلى قمة في جبل الصلو وعنوان من جبهة نهم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بسيطران على مبنى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وعنوان آخر صدر قرارات جمهورية بتعينات في مناصب عسكرية عليا كما عنوان التغيير نت المبعوث الأممي يفاجأ التحالف ويؤكد الحل في اليمن لن يكون عسكريا قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من ردة المبعوث الأممي إلى اليمن على سؤال مراسل صحيفة الحياة حول من يتهمه بالتحيز إلى طرف الإنقلابين في اليمن وقال الوسيط دائما يريد أن يأتي بحل يرضي جميع الأطراف ما أمكن وهناك فرق كبير بين الحيادية والانحياز والمهم أننا لسنا منحازين وأضاف ولد الشيخ أحمد لا يمكننا القول أن القضية لا تهمنا بل هناك مرجعيات تبني أو تبنى عليها ولم نقدم ورقة لا تحترم المرجعيات وفي الوقت ذاته لا نريد أن نأتي بورقة تزيد الحرب وأضاف نحن متمسكون بالأمن خصوصا أن الحوثيين بدأوا تجاوبا أو أبدأوا تجاوبا مع الورقة الأخيرة المقدمة خصوصا فيما يتعلق بالشق الأمني وتحديدا الانسحاب ونزع السلاح ولكنهم اعترضوا بقولهم أن الورقة لم تقدم حلا سياسيا وعن مستقبل المشاورات قال المبعوث الأممي الفترة المقبلة ستخصص لبتابعة مشاورات السلام من خلال دعم استشارات الأطراف مع قياداتها تمهيدا للعودة إلى الاجتماع لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع تقارير جديدة تتحدث عن أرقام جديدة أيضا في مدينة تعز وفيها عنوانة صحيفة البيانة الإماراتية ثلاثين ألف متضرر من انتهاكات الميليشيات في تعز وتقول الصحيفة في التفاصيل أكثر من ثلاثين ألف مواطن يمني أعزل في تعز هم إجمال المتضررين من انتهاكات الميليشية الانقلابية والتي تنوعت بين القتل المتعمد والقنص والتهجير والتشريد والاعتقال والاختطاف والتدمير والتفجير وانتهاكات أخرى وتضيف الصحيفة سقط ما يقارب عن ألفين وأربعمائة وتسعة وثمانين قتيل من الميليشيات منذ بداية الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على محافظة تعز بينهم مائتين وسبعة واربعين من الأطفال وواحدا وثمانية من النساء فضلا عن سقوط العشرات من بعد أن اتخذتهم الانقلابين دروعا بشرية صحيفة القدس العربي نقلت عن مصدر يمني مسؤول في مطار صنعاء الدولي قوله أنه تم تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لمدة ثلاثة أيام جراء تدهور الوضع الأمني وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك خطورة على مطار صنعاء نتيجة تجدد الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات التحارف العربي ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق بالعاصمة صنعاء وأقترب المواجهات المسلحة منها وأوجهت قيادة التحارف العربي بلاغا للأمم المتحدة أعلنت فيه عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لمدة إثنتين وسبعين ساعة وقال البلاغ نظرا لما يتطلبه الوضع الراهن لما تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لمدة إثنتين وسبعين ساعة بشكل مبدئي ويسري ذلك من اليوم حتى إشعار آخر الربيع العربي في تاريخنا تحت هذا العنوان كتب سامر خير أحمد مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب الدافع إلى النظر إلى مرحلة ثورات الربيع العربي باعتبارها بداية لانعطافة جديدة ممكنة ما تزال تحتاج إرهاصات كثيرة على الرغم من العثارات الكبرى التي تمر بها أنها حين بدأت انعطفت بشعوب العربية من التهميش إلى المشاركة والتأثير والمساهمة في صناعة التاريخ صحيح أن هذه الانعطافة أفضت حتى الآن إلى ويلات في السورية واليمن وليبيا أو إلى عدم اكتمال مخرجاتها الديمقراطية بالشكل المتوقع منها في مصر وتونس بشكل دفع قطاعات متزايدة من العرب إلى رفض تسميتها الربيع من حيث المبدأ هذا فضلا عن أنها لم تشمل كل العرب إلا أن من غير الممكن الجزم أن العرب لن يدخل التاريخ من جديد بعد هذه الأحداث الكبرى وسيظلون خارجه كما كانوا منذ خضوعهم للإستعمار العسكري والإمبريالية ذلك أن التحولات الكبرى التي عرفها التاريخ يحتاجت دائما مخاضات كبرى ووقتا طويلا علينا أن نلاحظ بينما ننتبه إلى ذلك كله أن دخول العرب في التاريخ المعاصر القائم على احترام الفرد وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ليس مستحيلا أو ضربا من الوهم وليس التأخر في إنجازه ناتجا عما هو متأصل في ثقافتهم أو قيمهم الإنسانية والدينية ما يعني أن الانعطافة الرابعة الكبرى واجبة الحدوث في لحظة قد لا تكون بعيدة خصوصا حين نأخذ في الاعتبار أن دورا كبيرا في دفع العربي إلى ثورات الربيع العربي لعبته التكنولوجيا الحديثة من خلال إتاحتها أدوات التواصل والمعرفة لشعوب عشت ستين عاما في التضليل والتفتيت والمعنى أن تقدم التكنولوجيا لن يكون بلا أثر على تاريخ العربي ومستقبلهم وانعطافاتهم الكبرى وحول اللاجئين في الدول العربية قالت صحيفة الخليجة الإماراتية حيث بدأت أعمال الاجتماع الأول للجنة المشاركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر والذي يهدف إلى دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وصرح على حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء ومثلي وزارتين العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين وعرض نتاج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود الجامعة لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفقهم بين الدول العربية وما يشكله من خطوة مهمة نحو إدراك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي نتيجة ما تشهده بعض الدول من تحديات صحيفة العرب الجديد عنونت في إحدى الموضوعات الاقتصادية وقالت الحكومة اليمنية تسعى لعادة تشغيل المنشآت السمكية وتفيد العرب الجديد تسعى الحكومة اليمنية لعادة تفعيل قطاع الأسماك وتشغيل المنشآت السمكية بهدف توفير موارد مالية في ظل توقف عائدات النفط والغاز بسبب الحرب وأكد وزير الثروة السمكية اليمنى فهد كفاين اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي وتطويره للمساهمة في عملية التنمية وتنويع مصادر الإيرادات وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وجه الوزير كفاين إلى إعادة تفعيل المنشآت السمكية في محافظة حضر موت وإعداد خطة إجرائية سريعة لعودة العمل في القطاع السمكي في المحافظة بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة في إبريل الماضي الوطنية ليست تفويضا مطلقا تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب في العالم الثالث انبثقت أنظمة الحزب الواحد معظمها إن لم يكن كلها من النضال ضد الاستعمار ومبات يسمى وطنية في الأدبية القومية والرديكالية التي طورت معنا سلبيا محضا للمفهوم هذا وفي العالم العربي تحديدا ربما كانت الجزائر النموذج الأنصع عن هذه المعادلة ذا كأن جبهة التحرير الوطني التي أنجبت الاستقلال في عام 1962 لا تزال عمليا وعلى رغم مرور 54 سنة تحكم البلد ولأن حرب الاستقلال كانت شرسة أصبغ حكم أباء الاستقلال بالشرسة نفسها حيث أن الحرب الأهلية التي اندلعت في التسعينات لم تزدهم إلا اقتناعا بجدوى تمسكهم بالسلطة أما في المشرق العربي خصوصا مصر وسوريا والعراق حيث خرج الاستعمار قبل أن يكون الراديكاليون العسكريون قادرين على بلوغ السلطة فاستحوذ الأخيرون على المسألة الوطنية عبر ديناميات ثلاث متكاملة شككوا بالجيل المدني الذي جاء بالاستقلال إذ هو رجعي وربيب الاستعمار وأكدوا أن الاستقلال الحقيقي ليس إخراجا للاستعمار فحسب بل مطاردة دائبة لمصالح الإمبرالية ولمصالح أعوانه وعملائه المحليين أي جيل الاستقلال وحين أقاموا دولة الحزب الواحد جعلوا الوطنية شيئا لا يتحقق ولا يبلغ مثاله المفترض إلا بحرب دائمة ومصيرية مع حدو ما وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة